خبرنا الأخير من النجف فبعد أربعين عاما من ترك مقاعد الدراسة عدى الحاج عبد الكريم لاستكمال دراسته الجامعية في جامعة الكوفة بعد سنوات اضطر فيها للعمل كمصلح للسيارات لإعالة أسرته ليعود اليوم طالبا للعلم والعمل في آن واحد تفاصيل قصة النجاح هذه مع كرر الأساف بعد سنوات على مغادرة القاعة الدراسية يعودون بشغف كبير لتلك المقاعد التي هجروها لأسباب عدة رجال بالعقد السادس من العمر هم اليوم طلبة في جامعة الكوفة ويمارسون حياتهم الجامعية بأريحية تامة خريج السادس العلمي سنة 1982 لم تتوفر لفرصة القبول بالجامعات والمعاد ذاك الوقت فرحت للعسكرية البست لخدمة العلم بعدين فيما بعد انخرطت في عمل حي الصناعي أنا فيتر أشتر بحي الصناعي وصارت عند العائلة فقمت أرعى العائلة انشغالي بالعائلة وبالعمل وشعاري بالحياة عمل دراسة رياضة أساتذة جامعة يكنون لطالبهم الحاج عبد الكريم ورفاقه من أصحاب الأعمار المتقدمة احتراما خاصا ذلك لأنهم ورغم الالتزامات الاجتماعية ومتطلبات الحياة العائلية قرروا العودة لتحقيق الطموح هؤلاء المجموعة ليس لديهم طموحات أن يحصلوا على التعيين أو أي شيء من هذا القبيل وإنما جاءوا فقط للعلم والمعرفة والاستساعد بما لوحظ في الدرس المسائي ومتابعة وتقديم أثناء تقديم المحاضرات أن الطلب في المرحلة المسائية يشعرون بأهمية الوقت وبالمسؤولية تجاه المحاضرة لذلك هم يواضبون على الحضور يواضبون على التحصيل العلمي يقرؤون باندفاع عالي هم ينفقون من أموالهم ومن وقتهم ومن اجتماعياتهم من أجل حصول على هذه الشهادة بمحتوىها وليس بالشهادة الورقية بالزي العربي الأصيل عاد الطالب عبد الكريم عواد لمقاعد الدراسة تاركنا الحي الصناعي الذي زاول مهنه خلال السنوات السابقة باحثا عن العلم الذي طالما حلم باستسقائه أكاديميا أحسيت فرد محتاج الدراسة أنا طبعا حبي للدراسة وحبي للعلم وللثقافة العامة هذا اللي خلاني أرجع وأدرس بعد انقطاع 40 عام وجدت الدراسة الجامعية محترمة رائعة جدا وأحث الأكبار والصغار والشعب العراقي في الأجمع أحثت على الدراسة لقناة ذجلة من النجف كرار العسل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة